أولا بعد مرة كتكون قوة قاهرة مثلا شي واحدة هوا عنده استدعاء تيقول غادي ندير غادي نمشي نشوفاش هادشي كتوقع له شي حاجة أخرى مثلا لكتلاهي ظرف طريق ظرف طريقتي لهي أولادة وصافي وكينسا كينسا وكينسا وكتجي استدعاء فعلا بعد مرة كيجيونا خارج الأجل تيقول لك نسيتها راجتني وحطيتها نسيتها يعني وهذا المسألة بالذات تحديدا بالذات شنو المعمول فيها شنو المصطرة اللي يخذ بها إلا فعلا ما تنساش نسا كنشوفه كنشوفه إنقاد ما يمكنه إنقاده إلا كالملف بقي ما تتحكمش راه ممكن كندخله وكنديروا الإجراءات اللازمة ممكن نعاونه يعني نساعده ولكن لكالملف تحكم كنويله أمام أمر واقع راه تحكم لا يمكنه إلا الطعن فيه أو الوسائل يعني ديال الطعن وبالتالي كيتحمل جزء من المسؤولية هوا ولكن إلا كنعنده شي حق راه تشوف طرق أخرى للدفع على الحق دياله إذا كانت بطبيعة الحال الأعذار اللي تقدم بها أعذار اللي هي كان الإمكانيات؟ من طبيعة الحال أولا تكلف محامي أولا تدير قع مراسلة مكتوبة تحطها في الملف تقول راه عندي عضر ولا شي شهادة طبية ولا كونجي ولا خارج تراب الوطني ولا شي حاجة يعني أجلوا لي الملف حتنجي موسيقى موسيقى موسيقى